فلسفة واضحة لدى الحكومة العراقية أنه يجب أن يكون هناك اهتمام كبير جدا بالحدود ودعم مباشر من قبل سيد رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة ومتابعة شخصين من قبل سيد وزير الداخلية لإيماننا المطلق بأنه إذا أردنا أن نبني أمن مستدام وأمن داخل المستقر يجب أن يكون الأمن من الخارج إلى الداخل أي أن نهتم بالحدود وبالتالي الحدود حظيت بأهمية كبيرة جدا الشريط الحدودي بين العراق والسورية طبعا قوام أكثر من 617 كيلومتر تعرفين الأحداث اللي صادت في الفترة الأخيرة داعش وغيرها وعملات الانتصار التي تحققت وكثير من التفاصيل المتعلقة على ضوء ذلك كان هناك تلك الفترة التدفين لبعض المخافر على ضوء ذلك تم عادة تأهيل 80 مخفر في تلك المرحلة منها تم بناءه من جديد ومنها من تم نصب الكارفانات طبعا أيضا مستمرة المتابعة الميداني للأقاد قيادة قوات حرس الحدود الشريط الحدودي دعم الكثير من التفاصيل منها أسلاك شائكة على طول 375 كيلومتر سياج بي آر سي 156 كيلومتر أبراج كونكريتي بأعداد كبيرة جدا وأيضا كارفانات ومراكز متنقلة هذه المراكز المتنقلة مهمة اليوم لدينا أكثر من 100 مركز متنقل وأيضا كاميرات حرارية حديثة هي واحدة من الأدوات المهمة ونقل مباشر لكل مجريات الأحداث على الحدود إلى مركز قيادة العمليات في قيادة قوات حرس الحدود إضافة إلى تنسيق مستمر مع قيادة العمليات المشتركة